اشتركوا في القناة ابتدي الكلامة على ديفيد لينش منين؟ يمكن ما بين كل المخرجين المهمين بالذات في السينما الأمريكية ديفيد لينش هو أكتر واحد فنان فيهم فنان بمعنى فنان لو حس فني في الحياة مش في السينما بس هو فنان تشكيلي ورسام وبيصمم عفش وبيقلف مزيكة وعند وجهة نظر معينة وغريبة وجميلة وسريالية ومرعبة وبديعة للحياة حقيقة الفرجة على الأفلامه هي تجربة فريدة من نوحها أنا بحب كل أفلامه بالرغم أن في منهم أفلام في ناس كتير ممكن يفتكرون هم مش عارفين يفهموها أو مش عارفين ينتجاوبوا معاها مع أنها أفلام تتفهم بس ساعات بيبقى لها لوجيك مختلف لوجيك أحلام لكن لوجيك يعني عالم غير العالم اللي احنا متواديين عليه لكن عالم له قوانينه ولو أمنت وصدقت ودخلت العوالم اللي بيخلقها دي هتفهم وحتتبسط وهتحس بتجربة سينماية وفنية مختلفة كتا فيلم بلو فلفت من أحلى أفلامه ويديكوا فكرة عن الستايل اللينشين بتاعه مشهد البداية يدرس في مدينة صغيرة في أمريكا الحلم الأمريكي الهادئ الويت بيكت فانسز البيت أبو سور أبيض والورد الأحمر والولاد بيروحوا لمدرسة في أمان والكل بيساعد بعضه ويسلم على بعضه ظاهر بريق وهادئ وجميل لكن بروع ياخدنا من الجو الهادئ ده لمشهد موت مفاجئ وبعدها شط تحت الأرض في نفس المكان في الحشرات والسواد والخوف والحاجات اللي احنا ما نقدرش نفهمها ودي من التماعات اللي ريفيد لينش دايما بيهتم بيها في أفلامه وفي مسلسل توين بيكس برده مسلسل هاي اللي رشحه بشدة ان في عالمين العالم الهادي الجميل المسالم والعالم المظلم المرهب اللي مش فهمينه لكن اللي اتنين متعايشين مع بعض حتى لو احنا مش مدركين ده الفيلم بيحكي قصة البطل جافري اللي جاي يزور أهله في أجازة الجامعة بيزورهم في المدينة الصغيرة الهادية المملة اللي كبر فيها وهو في يوم ماشي زهقان بيكتشف ودن مقطوعة ودي بتبقى مدخل للمغامرة وعالم إجرامي وبياخدنا معاه في المغامرة دي مغامرة بيقابل فيها شخصيات غريبة جدا مغنية في كاباريه وراجل ولا كإنه الشيطان فرانك بوث من أحلى الأدوار اللي لعبها دانيس هابر دور فظيع ومرعب ومع إنه عالم خطر إلى إن جافري مشدود لي وعلى النقيد بيقابل بنت في قمة البراءة بتلعب دورها لورا ديرن وبيلاقي نفسه بين الستتين دول زي ما قلت عالم جميل وعالم كابوس فبيخلق كابوس جميل وهو ده الفيلم لو حبيت ألخصه في كلمتين كابوس جميل A beautiful nightmare وفيه مشهد غنائي في الفيلم فظيع بنأغرب الحاجات اللي ممكن تشوفوها على السينما بس ممتع فيلم حلو جدا جدا ومتحمس للي ما يعرفش ديفيد لينش إني أعرفهم عليه من خلال الفيلم ده ده واحد من أهداف السلسلة دي الصراحة إن يمكن تبقى فرصة نعرف بعض أفلام وصنع أفلام جودات اتفرجوا واستمتعوا وشكرا تاني على متابعتكم وياريد اللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب وأشوفكم الفيلم الجاي السلام